أعلن النتنياهو عن وقف لإطلاق النار مع لبنان بعد جولة مكوكية من المفاوضات برعاية الوفد لأمريكا الذي يمثله هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب وأمريكا أخيرا وافقت إسرائيل على ذلك وهنا يجب أن ننوه أن هناك وقفا لإطلاق النار ضمن الشروط وضمن مدد حددها الاتفاق بستين يوما بعدها تبدأ المفاوضات لإيقاف الحرب على الجبهة اللبنانية أعقب ذلك خطابا أو مؤتمرا من إسرائيل لأن نتنياهو قال فيه عبارة ملفتة للنظر أن إسرائيل لن تتوقف عن هذه الحرب حتى تستطيع أن تصل إلى كامل أهدافها وأهدافها هنا نخليها بالنقطين ما هي أهداف إسرائيل وماذا على الأطراف الأخرى في الحرب أو القريبة من الحرب أو التي تقلق من الحرب أو التي تنوي أن تشترك بالحرب أو التي اشتركت بالحرب من حيث رغبتها أو بلا رغبتها ما هي أهداف إسرائيل وبالتالي الجميع مطالب بواقعية ومن أكران ذات عالي وبلا شعارات رنانة وبلا عواطف أن تقيم هذه الحرب بكل دقة بكل تفصيلاتها لكل الأطراف وأكرر بواقعية وبلا عواطف لأننا على مدى أكثر من 14 شهر شهدنا مأساة وجرائم إبادة ضد الإنسانية لا مثيل لها فعلتها إسرائيل إسرائيل الكل يعرف بضع إسرائيل والكل يدرك ما هي إسرائيل والكل يدري بالوجود اللا قانوني واللا شرعي واللا إنساني لإسرائيل والكل يعرف من هو النتنياهو وكيف يتصرف هذه الحرب كما في الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل والتي انتهت يجب أن تستخلص منها النتائج ويجب أن تكون هناك عبرا ودروس عندما نسأل عن الحرب كلا يقول لا علم لي كيف بدأت الحرب ولان وقد انتهت الحرب كيف تقيم بغض النظر من هو الرابح ومن هو الخاسر وكيف نستعد للصفحات المقبلة إسرائيل أوقفت إطلاق النار في بيروت ونتنياهو في كلمته لهذه الليلة يريد أو قالها صراحة أو بين السطور أنها ستتفرغ أو ستدخل أو ستدين من زخم الحرب في الجبهات الأخرى هذا القرار هذا الإعلان هذا الوقف لإطلاق النار الآن ما هو مستقبل وما هو مصير غزة كيف ستتعامل إيران مع هذا إيران التي جددت اليوم وهذه المرة على لسان رئيس أركان القوات الإيرانية أنها جاهزة ويدها على الزناد في ضرب إسرائيل هذا التصريح ليس من قادة الحرس الثوري بمعنى هناك صفحات تصعيد جديدة وقد تكون أخطر مما كان قد يحصل فمن يريد أن يعيد حساباته أو ينظر بأوراقه أو يعد نفسه علينا وعليكم ألا صح أن تقرأوا بمنطق لا يسمح لإسرائيل أن تستفرد بالساحة وأن تقرر نيابة عن الشرق الأوسط ونتنياهو يخاطبكم بأعلى صوته أنه يريد الشرق الأوسط والشرق الأوسط بالنسبة إلى نتنياهو ليس أن يأخذه بالتفاوض سيأخذه بالقوة فما أنتم فاعلون ما هو جديدكم ما الذي عندكم الوضع الآن يختلف عن الخطابات والشهرات